في أخبار الرياضة، غادر المدرب الوطني راتب العوضات مساء اليوم البلاد لتلقي العلاج في الخارج ويأتي سفر العوضات بعد أن تكفل الديوان الملكي العامر بعلاجه خارج الوطن بعد تأزم حالته الصحية يذكر أن العوضات سبق وأن مثل نادي الفيصلي والمنتخب الوطني كلاعب وأشرف على تدريب عدد من الأندية الأردنية أهمها الفيصلي توجى فريق عمان للسيدات بلقب دور المحترفة لكرة القدم لعام 2020 بعد فوزه أمس على الأرثوذكسي بسبعة أهداف مقابل لا شيء في ختام منافسة الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من المسابقة تفاصيل أكثر في هذا التقرير موسم استثنائي مر على كرة القدم النسوية بسبب تداعيات فيروس كورونا انتهى بالأمس بتتويج عمان بلقب دور المحترفات للمرة الرابعة في تاريخه والأولى بنسخته الجديدة وذلك بعد أن ضمن اللقب رسميا قبل جولتين اختتام مسابقة دور المحترفات جاء بمباراة جمعت فريقي عمان والأرثوذكسي على ملعب البولو وانتهت بفوز عمان بسباعية نظيفة ولعل من أبرز الأمور المتعلقة بهذا اللقاء أنها المواجهة الأخيرة لقائدة الفريق انشراح حياصات هذا ثاني دوري محترفات احنا من أدل علينا داخل الملعب نتمنى دائما نكون في دعم مؤازرة زي ما شفنا اليوم الحمد لله رغم الظروف كنا كثير حرصين بسبب الجائحة هاي بأنه ندير بنا على بعض والناس اللي منحبهم ثاني شيء العلامة الكاملة هي أول شيء لنادي عمان هذا تاريخ يصنع لنادي عمان الحمد لله أنا كنت عنصر من هاي العناصر اليوم نهيت مشواري داخل المستطيل الأخضر كلاعبة بس ناوي ان شاء الله أتوجه للتدريب لأنه عندي إعصار معلومات حب أني أشارك فيها اللاعبات التانيين وبرضو أكتسب قدر الإمكان خاصة أنه عندي أشق بمجال الرياضة من جميع جوانبه فريق عمان سجل أرقاما للتاريخ في هذا الموسم حيث حصد العلامة الكاملة دون أي خسارة وبشباك نظيفة هذا الإنجاز الذي جعل إدارة النادي تطمح للأفضل في المواسم المقبلة موسم كان صعب على الرياضة بشكل عام وعلى الرغم من هذه الصعوبات إلا أن اتحاد كرة القدم أصر على استكمال دور المحترفات حتى وصل لمشهده الختامي أول شيء أكيد نحب أن نبارك لنادي عمان الصراحة الحمد لازم قلت كانت سنة كثير صعبة بس يدرنا نطلع منها من إنجازات بصعوبة تقدرنا نخلص دور المحترفات ودور تحت 16 سنة المهم اللاعبات قدروا يستمروا ويكملوا نحب أن نشكر كل حد من المدربين للاعبات لكوادر تحكيمية لكوادر الاتحاد لكل حد كان له بصمة بهذا الدوري أنه يخلص بنجاح أكيد نشكر كل حد الإعلاميين الناس كانت موجودة معنا متابعة دوري من السفر نشكركم أنتوا قناة رؤية على الدعم دائما المتواصل وإن شاء الله سنجاي بكون فيه إنجازات أكثر وأحسن بعد انتهاء المباراة قامت رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد كرة القدم ستيفاني النبر بتسليم لاعبات عمان كأس البطولة والميداليات الذهبية لتبدأ أفراح واحتفالات فريق عمان على أرضية الملعب ترجمة نانسي قنقر